أعلم الله أعلم الحرار الظروف التي مرت بها الأراضي الأردنية ومطالبات الإصلاح توجه إعلان رئيس الحكومة الدكتور عبدالنصور عن تشكيلة الوزارية الجديدة جبهة العمل الإسلامي أعلنت اعتراضها على هذا التشكيل كون الوزراء المعلنت أسماؤهم من خارج صفوف البرلمان المؤسسة البرلمان أفرغت من مضمونها ومن حقيقتها مؤسسة البرلمان الآن لم تعد محل ثقة للأسف حتى عند الحكومة عند رئيس الحكومة ليست محل ثقة محللون سياسيون يرون أن مفهوم الحكومة البرلمانية ما زال قاصرا ضمن أصول اللعبة الموجودة في النظام الانتخابي الأردني لم تتهيأ الفرصة بعد ولا الظرف الموضوعي لتشكيل حكومة برلمانية حقيقية يعني ينتجها مجلس النواب ينتجها البرلمان بكتلة الأغلبية وأن يبقى هناك كتلة أو اتلاف كتل يشكل حكومة ظل أو حكومة المعارضة الوزراء الجدود أعربوا عن قبولهم خطة نسور ودعمهم له للوصول إلى الإصلاح أنا أرى أن موضوع الحكومة وإن كانت لا تتضمن النواب في هذه المرحلة لكن هذه مرحلة تمهيدية لانضمام النواب في مرحلة لاحقة وتعتبر الحكومة الجديدة المؤلفة من 18 وزيراً أصغر حكومة منذ عام 67 وتواجه الوزراء الجدود كل لممارسة مهامه أول حكومة بعد الانتخابات لم تكن برلمانية إلا أن أنظار الشعب الأردني تتواجه إلى هؤلاء الوزراء لتحطيق أمالهم لمعهد الإعلام الأردني محمد علوان ترجمة نانسي قنقر